موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام واهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم وفيها تهديدات الاحتلال الاسرائيلي بفتح موجة تصعيد ثانية ضد الوجود الايراني في سوريا ونفي طهران لمسئوليتها عن الهجوم الاخير وفي محورنا الثاني مسيرات العودة في قطاع غزة وارتباك الاحتلال الاسرائيلي أمام أساليب المقاومة الجديدة وأهداف ونتائج المسيرات مع قرب انتهائها كل ذلك وأكثر بعد نشرة موجزة مع الزميلة نور الهدمرات مساء الخير نور مساء النور أصلا وشكرا لك وأهلا بكم مشاهدين في نشرة لأهم الأخبار من ترفزنا سوريا قال فلامي دير كوجين مساعد الرئيس الروسي في تصريحات لصحيفة زيفيستيا الروسية إن موسكو لا تجري محادثات مع النظام السوري لإمداده بصواريخ S300 أرجو المتطورة ولا تعتقد أنها ضرورية تصريحات كوجين جاءت في أعقاب زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لموسكو هذا الأسبوع هذا وكان وزير الخارجي الروسي قد قال في وقت سابق إن الضربات الغربية على النظام السوري أعفت روسيا من أي التزام أخلاقيا يمنعها من تسليم صواريخ S300 للنظام نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي نفى أن تكون بلاده قد شاركت بتنفيذ هجمات صاروخية على مواقع عسكرية إسرائيلية بالجولان السوري المحتلة واتهمت الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي بالتزام الصمت إزاء الضربات الإسرائيلية الأخيرة كما توعد عضو مجلس خبراء القيادة بإيران أحمد خاتمي بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكبت إسرائيل أي تحماقة بحسب تعبيره نشر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي شريطا مصورا لاستهداف منظومة صواريخ بانتسر الروسية الصنع والتابعة للنظام السوري في خان أرنبا بريف القنيطرة وتظهر في المقطع المصور عربة عسكرية من نوع S-A-22 والتي تعرف باسم بانتسر S-1 روسية الصنع في أحد المواقع العسكرية قبل تدميرها وهي مخصصة للدفاع الجوي وإطلاق صواريخ مضادة للطائرات كما نشر الجيش الإسرائيلي صورا جديدة للمواقع التي استهدفها داخل سوريا فجر أمس الخميس وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخي أدرعي فإن المواقع المستهدفة تابعة لفيلق القدس الإيرانية وتتضمن مواقع استخباراتية وموقع عسكريا وموقع للخدمات اللوجستية وتظهر الصور عددا من المواقع في محيط العاصمة دمشق وصلت الدفعة السابعة والأخيرة من مهجري جنوب دمشق إلى قلعة المضيق في ريف حمال غربي وبهذا تصبح بلدات يلدة وببيلة وبيت سحم تحت سيطرة النظام السوري بشكل كامل هذا ويعاني ألاف المدنيين المهجرين من جنوب دمشق أوضاعا مأساوية على مشارف مدينة الباب بريف حلب الشرقي حيث أكدت مصادر أكدت أن القافلة الخامسة والسادسة تنتظران في منطقة قريبة من مدينة الباب بانتظار السماح لهم بالدخول من قبل الجيش التركي الموجود هناك والله وضع المهجرين بالنسبة لهذه الدفعة كان كتير صعب لأنه ظلوا تقريبا حوالي 48 ساعة طريق بسبب عدم استقبلهم بريف حلب الشمالي كان وضعهم صعب نفسيا جسديا أمراض يعني فيه كتير كان أمراض بالنسبة للأطفال بالنسبة للنساء الحوامل نحن هون كمنظمي طبي منقدم خدمات طبية أولي أمراض داخلي الأمراض الجراحية نحولها مباشرة على منظومات الإصعاف بالنسبة للجرحة منقدم من الضمادات والمواد الأولية اللازمة وكمان نحولها على المشافي التخصصي وعننا والحمد لله يعني الأدوية المتوسطرة تقريبا كافية يعني لسداد الحاجي بالنسبة لكثة الأمراض الداخلي طلعنا مهجرين من ريف حمص الشمالي طلعنا صلنا حلقة ثلاثة أيام وقفين على معبر الباب المارضة يفوتونا درع الفرات قال ما في عندهم محلات وراضين فوتتنا رجعونا على حمى ومن حمى رجعوا وفوتونا على قلعة المضيق صلنا ثلاثة أيام بالرحلة صار معنا حالة وفاة وصار معنا كذا حالة ولادي وصار معنا حالة انهيار عصبي يعني صارت لمينا نهارين وهنا محاصرنا الجيش ما في حمال يعني قالنا غير الشباب اللي معنا اللي معاها بواريد يعني التوقع ما كنا متوقعين من الجانب اللي نحن على الأساس نراحين عليه انهو يحضرنا تستعد الدفعة الثالثة من مهجرين ريف حمص الشمالي للخروج إلى محافظة إدلب بموجب اتفاق الخروج الذي وقعته فصائل المنطقة مع روسيا والنظام السوري حيث دخلت اليوم ستون حافلة إلى مدينة تلبيسة استعدادا لنقل من يرغب بالخروج من المدنيين والمقاتلين حيث يقدر عدد الراغبين بالخروج بنحو ثلاثة آلاف شخص بين مدني ومقاتل يشار إلى أنه منذ بدء تنفيذ الاتفاق في السابع من شهر عيار الجاري خرج نحو ستة آلاف ومئتي شخص لوزعوا على دفعتين دخل صباح اليوم وفد استطلاع تركي لزيارة عدة نقاط في جسر الشغور بريف إدلب تمهيدا لتثبيت نقاط مراقبة في هذه المناطق بعد أن دخل وفد استطلاعي يوم أمس إلى قلعة المضيق ومناطق أخرى في ريف حمال شمالي والغربي ورافق الوفد رتل عسكري تركي مؤلف من عدة آليات وسيارات عسكرية برفقة عناصر من فصائل المعارضة حيث استطلع المناطق المحيطة في بلدتي إبداما والناجية غرب إدلب كما سبق أن تمركزت القوات التركية فالتاسع من الشهر الجاري في منطقة الراشدين بريف حلب الغربي أفادت مصادر محلية من ريف دير الزور أن الريف الشرقي شهد حركة نزوح بسبب القصف المكثف ونتيجة توقعات ببدء عمل عسكري بري لقوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم الدولة ونزحت عشرات العوائل من مدينة الشعفة وقريتي الكشمة والبقعان الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة باتجاه البادية السورية وعلى الرغم من أعلان قصد عن استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة قرب الحدود السورية إلا أن تنظيم الدولة ما زال يوجه ضربات عسكرية مباغتة بين الحين والآخر على مواقع النظام في مدينة البكمال أعلنت القوات العراقية اعتقال خمسة قادة من تنظيم الدولة خلال عملية وصفتها بالنوعية داخل الأراضي السورية في المنطقة الحدودية مع العراق وبحسب بيان للقوات العراقية فإن المعتقلين هم صدام الجمل مسؤول ما تسمى ولاية الفرات ومحمد حسين حضر الملقب بأبي سيف الشعيطي أمير قاطع الميادين وعصام عبد القادر الزوبعي الملقب بأبي عبد الحق العراقي وعمر شهاب حماد الكربولي الملقب بأبي حفص الكربولي وهو أمير ما يسمى باستخبارات ولاية الفرات وإسماعيل علوان العيثاوي الملقب بأبي زيد العراقي أحد معاونين بغدادي قتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة فيما أصيب العشرات خلال مواجهات الجمعة السابعة لمسيرات العودة وتتضمن الفعاليات التقدم باتجاه السياج وإشعال الإطارات المطاطية في الجمعة الأخيرة قبل أن تبدأ مسيرة العودة الكبرى المقررة عشية ذكرى النكبة في الرابع عشر من أيار الجاري والتي يصفها المنظمون بيوم الحشد الكبير دخل العراق مرحلة الصمت الانتخابي الذي يسبق الانتخابات العامة اعتبارا من صباح اليوم الجمعة مع عقوبات بحق المخالفين تصل إلى حد منع المرشح أو الحزب من المشاركة فيها وتوقفت الحملات الدعائية لجميع المرشحين قبل يوم من بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية غدا السبت وذلك بعد شهر من بدء الحملات في الرابع عشر من نيسان إبريل الماضي بحسب ما تفرضه المفوضية العنية للانتخابات العراقية وانتهى أمس التصويت الخاص بالقوات المسلحة كافة وبلغت نسبة المشاركة بحسب مفوضية الانتخابات ثمان وسبعين في المائة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بنظيره الكورية الشمالي كيم جونغ أون في الثاني عشر من حزيران يونيو المقبل في سنجافورة وأعرب الرئيس عن أمله بجعل اللقاء المرتقب لحظة خاصة بالسلام العالمي وفق تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر وكان كيم قد أعلن في اليوم ذاته ولأول مرة عن لقائه المرتقب بترامب معتبرا أنه يشكل فرصة تاريخية وخطوة ممتازة لتحسين الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام النشرة الموجزة عودة لاستكمال بقية سوريا اليوم مع أسلام ولكن بعد الفاصل إلى اللقاء أهلا بكم في سوريا اليوم وفي أولى محاور الليلة إعلان تل أبيب عن موجة تصعيد ثانية بضل وجود الإيراني في سوريا بالتزامن مع نفي رسمي لطهران تنفيذ الهجوم الصاروخي الأخير على الجولان المحتل وكيف تعامل النظام مع تهديدات تل أبيب وفي محوارنا الثاني وصول مسيرة العودة لجمعتها الأخيرة وسط دعوات للحشد منتصف الأسبوع بالتزامن مع ذكرى النكبة ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة تشهد المنطقة مزيدا من التصعيد والتوتر بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران بعد أن شنت القوات الإسرائيلية العديد من الهجمات على سوريا مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للجيش والميليشيات الإيرانية متهمة إيران بقيامها بهجمات على مواقع لها في الجولان السوري المحتل الأمر الذي نفته لجنة ضفاع في البرلمان الإيراني معتبرة إياها كذبة أخرى من إسرائيل لأغراض دعائية المزيد في التقرير التالي قواعد الاشتباكات في المنطقة تبدو على وشك التغيير في ظل التصعيد الكبير الذي طغى على العلاقات الدولية المختلفة والمتقاطعة على جبهة سوريا إسرائيل ثمرة السياسة الغربية في الشرق الأوسط تتبنى فكرة الصراع مع إيران وتصاعد من مواقفها وتحركاتها خاصة بعد موقف النظام الجديد الذي لا يشابه ذلك الذي تمثل في الاحتفاظ بحق الرد لأكثر من خمسين عاما التغير الذي طرأ على موقف نظام الأسد لا يبدو محلي الصنع كما أنه لا يبدو غير متوقع بالنسبة لإسرائيل التي اعتبرته إنذارا ينبئ بخطر المشروع الإيراني الذي يلقي بظلاله على المنطقة وهو ما حذر منه رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته إلى موسكو إذ دعا إلى ضرورة العمل للحيلولة دون تحول سوريا إلى ساحة للصراع الإسرائيلي الإيراني منما يأتي الإعلان الإيراني الرسمي عن عدم علاقتها بالهجمات التي استهدفت مواقع إسرائيلية دائرا في سياق الدبلوماسية الإيرانية التي حققت قطوات كبيرة في المنطقة متهمة إسرائيل بالكذب لأغراض دعائية ومظهرة النظام الأسد من جديد كسلعة قابلة للبيع بثمن بخس في سياق العلاقات الدولية المتشعبة في الوقت الذي خيم فيه الصمت يبدو موقف روسيا الدولة الأقوى دعم لنظام الأسد أكثر ضعفا وربما تظاهرا بالعجز الأمر الذي يقرأه متابعون على أنه تجسيدا لحالة الخلاف القائم بين روسيا وإيران على الرغم من أن الظروف الدولية جمعتهما في خندق واحد ونستضيف في هذا المحور العقيد أديب علاوي محلل عسكري من مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا والعميد نزار عبد القادر المحلل الاستراتيجي من بيروت أبدأ معك عميد نزار بعد الترحيب موسكو أعلنت عن إيقاف إرسال شحنة S-300 لدفاع الجوي إلى النظام السوري بعد الضربات الإسرائيلية كيف تقرأ هذا الموضوع؟ أقرأ بأن منذ البداية كنت أشك في قول لفروف عندما قال بأنه بعض الضربات الغربية على سوريا بات من الممكن يعني تزويد النظام السوري بصواريخ S-300 لأن هذا الكلام يتناقض كليا بالواقع مع الاتفاقيات الذهبية أو العلاقة الذهبية القائمة بين بوتين وبن يمين نتنياهو والتي ظهرت جليلا في زيارة نتنياهو الأخيرة وما يعني اتخذته من تدابير دون أي ضوابط القيادة الإسرائيلية في عملياتها العسكرية الأخيرة ضد المواقع الإيرانية التابعة للحرس السوري أو ضد حتى بعض مواقع القيادات والطواريخ التابعة للنظام السوري لذلك من هنا يعني التراجع الروسي عن هذا الموضوع جاء إعلانه جاء كنتيجة للزيارة التي قام بها نتنياهو لبوتين والتي أسفرت على ما يبدو عن اتفاقيات جدا واضحة بأن بات مسموحا لإسرائيل أن تغير كل قواعد الاشتباك واللعبة العسكرية في سوريا وأن تأخذ بالواقع حرية العمل في الأجواء سواء بالقوة الصاروخية أو بالقوة الجوية لتصفية الوجود العسكري الإيراني تدريجيا ضمن حرب استنزاف قد تطول يعني وأعتقد بأن إسرائيل تملك يعني كل القوة الاستخبارية اللازمة لمتابعة هذا الموضوع في المستقبل ومتابعة أي محاولات إيرانية لإعادة تجهيز البنى الأساسية التي دمرتها الغارات الأخيرة ولا أعتقد أنا أصلاقا يعني طالما أن هذه العلاقة قائمة بين روسيا وإسرائيل سيكون بمقدور سوريا أن يعني تحصل على أي شيء أكثر من صواريخ فانسير أس واحد طيب سنعود لهذه النقطة عميد نزار لكن أريد أن أنقل بعض النقاط المهمة التي طرحتها إلى ضيفي من غازة عينتاب العقيد أديب عليوي عقيد أديب العميد نزار قال أن إيقاف هذه الشحنة من S300 هو بناء على زيارة بن يامين نتنياهو إلى موسكو هل يعقل أن تفضل روسيا إسرائيل على إيران وهي الحليف والنظام السوري الذي تحميه طيلة السنوات الماضية نعم تحية لكم وتحية للمشاهدي الكرام حقيقة أنا أعتقد أن الكلام هناك مغالطات شديدة منذ أكثر من مطلع السبينات دعني أقول أن روسيا لم تزود النظام السوري نظام حافظ الأسد بأي أسلحة هجومية بل هي كانت تزود فقط في الأسلحة الدفاعية وحتى قسم كبير من هذه الأسلحة الدفاعية كان لا يمكن استخدامها إلا بضوء أخضر من روسيا فما بالك في عام حتى في عام 2000 عندما كان هناك صفقة الميك 31 التي حاول النظام السوري أن يشتري صفقة من طائرات الميك 31 لم يوافق عليها الحقيقة لم توافق روسيا بعد موافقتها المبدئية لم توافق على الميك 31 إلى سوريا نتيجة الضغوط الإسرائيلية ولذلك أنا أقول أن الأمن القومي الإسرائيلي يهم الاتحاد السوفيتي السابق ويهم روسيا ولا يمكنهم الاستغناء عن هذه النقطة على الأطلاق الآن أقول يعني أن صفقة الأس 300 هي عبارة عن كذبة روسية هي عبارة عن يعني أستطيع أن أقول أنها هي يعني ابتزاز عندما حاولت الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضرب بعض المواقع على الأراضي السورية يعني ردا على يعني القصب الكيمواني في الغوطة الشرقية وفي دومة تحديدا حاولت يعني روسيا يعني حقيقة لذر الرماد في العيون أن تقول بأنها ستعطي نظام بشار الأسد لكن عقيد أديب يعني تراجع تراجع الموقف الروسي عقيد أديب تراجع الموقف الروسي خصوصا بمواضيع السلاح أو غض الطرف عن التحركات الإسرائيلية في سوريا ألا يقوي النفوذ الإيراني بسوريا برأيك يا سيد الكريم فقط داني أكمل يعني هذه النقطة وهي هامة جدا النظام الإيراني دخل إلى سوريا بضوء أخضر من إسرائيل ومن الولايات المتعدة الأمريكية ومن أوروبا حتى من أجل مهمة معينة وهي مهمة الحفاظ على بشار الأسد وعلى النظام بشار الأسد وأيضا دخول روسيا إلى سوريا كان من أجل نفس المهمة عندما أوشك على الانهيار وبالتالي هذه المهمة التي أوكلت إلى إيران وإلى يعني روسيا يعني نتنياهو قال بأن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء الخطوط الحمراء هي تعني أن إيران يجب أن لا تقترب لمسافة خمسين كيلو متر وعندما اقتربت أكثر من خمسين كيلو متر هي تجاوزت الخطوط الحمراء ولكن لو كانت إيران لم تتجاوز الخطوط الحمراء فلا مشكلة لدى إسرائيل في أن تبقى إيران في المنطقة وأن تقتل في الشعب السوري وتشاركها في ذلك روسيا وبالتالي هذه التجاوز الخطوط الحمراء جعل من الميليشيات الإيرانية الموجودة على الأرض السورية هي هدف لإسرائيل ودعني أقول أن حتى هذه الضربة سعود إليك عقيد أديب سعود إليك عقيد أديب المتعددة المفاق عقيد أديب سعود إليك لكنها لا تكون هي ضربة شاملة للمفاق الإيرانية عميد نزار يعني إسرائيل قالت إنها مستعدة لموجة ثانية من المعارك مع إيران في سوريا بذات الوقت اليوم كان هناك تصريح لعلي خامنئي قال حرفيا إذا تصرفت إسرائيل بحمقة سندمر تل أبيب وحيفا يعني بالوقت الذي قامت به إسرائيل فعلا بقصف مراكز إيرانية في سوريا وكان هناك دمار كبير بحسب مسؤولين إسرائيليين لكل المواقع الإيرانية الموجودة في سوريا ولم يحدث أي شيء على العكس تماما يعني الإيرانيين تملصوا من المسؤولية وقالوا وأن الرد على الضربات الإسرائيلية لم يكن من قبل إيران كيف تعلق على هذا الأمر يعني أولا أنا أعتقد بأن يعني المسؤولين الإيرانيين ومنهم خامنئي ومنهم أحمد خاتمي يعني يستعيدون نفس الشريط الذي سبق وسمعناه من قبل صدام حسين عندما هدد بتحويل تل أبيب إلى رمات يعني هي نفس الأسلوب ونفس العقلية يعني هي الإدعاء بقدرات لا تملكها لم يملكها صدام حسين ولا تملكها الآن إيران يعني علما بأن إسرائيل الآن يعني تملك من وسائل الدفاع المضادة للصواريخ شبكة متكاملة لا يملكها أي دولة في العالم وهي قادرة بالواقع على استياد جميع يعني الصواريخ الإيرانية سواء القصيرة المدى أو المتوسطة أو البعيدة المدى كشهاب ثلاثة وغيره يعني توازن القوى عسكريا توازن القوى عسكريا لا يساعد إيران بتنفيذ تهديداتها التي تطلقها على الدوام برأيك لا ليس هناك خلل كبير في موازين القوى بين إيران وإسرائيل وخصوصا عندما نأخذ يعني الوجود الإيراني على الأرض التورية وإسرائيل بالواقع لديها كل الوسائل سواء الصاروخية أو الجوية لتدمير كل المواقع الإيرانية والمراكز الإيرانية وإيران لا تملك بالواقع أي وسائل تمكنها من الدفاع عن مواقعها داخل توريا طيب ما هي الخيارات الأخرى لإيران عميد نزاح إن لم تكن كل هذه الوسائل المتاحة كما تقول ما هي خيارات إيران في سوريا إذن لمواجهة إسرائيل الخيارات الأخرى لإيران هي بالواقع أن تستعد لحرب استنزاف طويلة تشنها على إسرائيل وإذا كانت بالواقع غير قادرة على تحمل هذه الحرب الحرب الاستنزاف الطويلة والمكلفة جدا أن تقوم بحرب من نوع آخر يعني غير تقليدية وعندها عليها أن تفتح جبهتين جبهة الجولان أي بعمليات من نوع التي أتقنها حزب الله في حرب 2006 وأن تفتح بنفس الوقت جبهة لبنان أي أن تطلب لحزب الله تطلب من حزب الله بالواقع استعمال كامل قوته الصاروخية ضد شمال ووسط إسرائيل ولكن هذه المعادلة ستكون مكلفة جدا لحزب الله لأن إسرائيل ستدمر كل البيئة الحاضنة الأساسية لحزب الله وهي الشيعة في جنوب لبنان ستدمر جميع قراءهم كل البناء التحتية الأساسية ويمكن لإسرائيل وفق الكتاب المعروف يعني الاستراتيجية الإسرائيلية لتدمير لبنان أن تقوم إسرائيل بهجوم بري طائق تصل فيه إلى حدود نهل الأول ما يقارب 50 كيلومتر داخل لبنان وتسد من هناك المنافذ بعد أن تكون هجرة جميع أهل الجنوب وتقول لن يعود هؤلاء الأهالي إلى قراءهم ومدنهم إلا إذا وجدتم حلا لعزب الله طيب أعود إليك عميد نزار لكن أريد أن أنقل بعض الأفكار المهمة التي طرحتها إلى العقيد أديب يعني ذكر العميد نزار بأن احتمالية مواجهة إيران لإسرائيل هي غير منطقية بالعلم العسكري لكن أيضا هناك نقطة لافتة أنها يمكن أن تحرك بعض الجبهات وهنا السؤال إن قامت إيران بضرب إسرائيل من خلال أذرعها مثل حزب الله وبعض الميليشيات التابعة لها إلى أي مدى ممكن أن يؤثر هذا الأمر على مسار الصراع في سوريا برأيك نعم دعني أقول نقطة هامة جدا وهي أن الحقيقة إسرائيل استطاعت أن تستدرج إيران إلى منطقة القتل إيران اليوم في أضعف حالاتها هي بين فكي كماشا على الصعيد الداخلي والخارجي فعلى الصعيد الداخلي هناك يعني تيارين تيار متطرف وهو تيار خامناء وقاسم سليماني والحرس الثوري وتيار يعني يعتبر هو يعني أقرب إلى المهادنة مع إسرائيل وهو تيار روحاني ويعني نلاحظ هذين التيارين الآن في صراع على الصعيد الخارجي الآن الإيران هي في أضعف حالتها وخاصة بعد انسحاب الولايات المتعدة الأمريكية من الاتفاق النووي وأيضا يعني أعتقد أن هناك سيكون التحاق لبعض الدول الأوروبية بالموقف الأمريكي اللي لم يكن عاجلا فهو آجلا سيتم وبالتالي هي في أضعف حالتها ولا يمكن فتح جبهة أخرى على الصعيد العسكري إذا ما تم فتح جبهة يعني حزب الله من الجنوب اللبناني فكما قال يا ضيفك سيتم تدمير البنى التحتية وسيتم تدمير القرى الشيعية والحضن الشعب إضافة إلى كل منصات الصواريخ التي ستطلق منها يعني حزب الله طيب أي صاروخ عقيد أديم الآن الطائرات المسيرة الآن الطائرات المسيرة الإسرائيلية طيب تجوب المنطقة 24 على 24 طيب في حالة كان الأمر بشكل آخر يا عقيد أديم إن كانت الأمور تسير بشكل آخر على سبيل المثال يعقيد أديم إن كانت الأمور تسير باتجاه آخر إن قرأنا المشهد من زاوية مختلفة يعني تم هناك اتفاق بين موسكو وتل أبيب وأمريكا على إبعاد إيران على سبيل المثال وقامت إيران بالانسحاب من المشهد كيف يستطيع النظام أن يتعامل مع هذه الحالة؟ أو كيف سيكون المشهد في سوريا؟ برأيك إن انسحبت إيران إن انسحبت إيران طبعا سيكون هناك يعني حقيقة هو النظام هو في أضعف حالاته أو دعني أقول أنه أصبح ميليشيا تتبع إلى روسيا المحتلة بكامل يعني الآن روسيا تحتل سوريا يعني بكامل أركان أو ما يسمى بالاحتلال الرسمي يعني هي محتلة لسوريا عسكريا سياسيا اقتصاديا من كافة النواحي وبالتالي المشهد سيكون هو بسط النفوذ الروسي على سوريا وبقية الدول أيضا لها نفوذ يعني دعني أقول أن هذه الاستراتيجية الأمريكية ستطبق على الأرض السورية وهي أن تبقى سوريا تحت مجموعة من الدول لكل دولة النفوذ وفي منطقة معينة كما هي في المنطقة الشمالية وفي المنطقة الشرقية وأيضا في المنطقة الجنوبية وبالمنطقة الجنوبية أريد أن أذهب إلى العميد نزار إلى منطقة أخرى نعم عميد نزار كما نعرف يعني بعد الزيارة الإسرائيلية لموسكو التي جاءت مؤخرا هناك طلب إسرائيلي كان لكل الأطراف يعني لموسكو ولأمريكا بإبعاد الإيرانيين من المنطقة الجنوبية طيب من يستطيع في المشهد السوري الآن تحقيق هذا الطلب برأيك؟ أنا أعتقد بأنه إيران لن تنست لأحد وإيران لديها مصلحة أساسية يعني في التواجد في الأرض السورية وفي الإبقاء على نظام بشار الأسد كحليف أساسي لها لأنه يعني إذا أضعفت إيران أو انسحبت إيران من سوريا وهذا أعقف فيه على سؤالك للعقين فإن كل المشروع الإيراني في المنطقة سواء في العراق أو في لبنان أو في اليمن أو في البحرين أو سيتدهور يعني بدل بيقول له لبنة بعد أخرى لذلك يعني توريا تعتبر نقطة المركز نقطة الاستقل للإستراتيجية الإيرانية على الصعيد الإقليمي ولذلك لا يمكن أن تتخلى عنه لكن ألا يمكن لروسيا وأمريكا عميد ألا يمكن لأمريكا وروسيا أن اتفقتا على إزاحة إيران من البشهد السوري أن يفعلوا ذلك رغما عن إيران أنا لا أعتقد بأن هذا سيحدث يعني هناك تناقض بين روسيا وأمريكا قد يدوم لسنوات طويلة وهذا ليس ما فقط محدود بسياسة الدولتين على مسرح العمليات السوري ولكن هناك علاقات مثقلة بالواقع بمشاكل كتابية منها أوكرانيا ومنها الدرع الصاروخية ومنها قضايا دول بلطيك وغيرها لذلك من هنا هذه فرضية يعني يمكن طرحها نظريا ولكن لا يمكن التوصل إليها في ظل الظروف الراهنة ولا بد من يعني سنوات طويلة وأنا أعتقد بأن روسيا والولايات المتحدة قد بدأتا بحرب باردة جديدة يعني مسرحها هو الأرض السورية الآن لذلك يعني هذه الفرضية لن تحدث وإيران باقية في سوريا وهي باقية في تحالفها مع روسيا ولكن دون أن يؤثر ذلك على هذه العلاقة الذهبية القائمة بين روسيا وإسرائيل وإسرائيل ستمتلك يعني دائما حرية العمل في سوريا وأنا بالواقع أوجه هنا تحذير لأنه إذا استمرت حرب الاستنزاف هذه وحاول الإيرانيون إعادة بناء المواقع التي دمرت أن تحمل إسرائيل عن نظام وأن بالواقع تتوجه بضربات مؤلمة إلى هذا النظام لإضعافه وبالتالي فتح الطريق لإسقاطه أشكرك كثيرا كنت معنا من بيروت العميد نزار عبدالقادر محلل استراتيجي ومن مدينة غازي عينتاب التركية العقيدة ديب علوي المحلل العسكري شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام سنكمل سوريا اليوم لكن بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد انطلقت مسيرة العودة الكبرى في آخر جمعة لها بمشاركة الألاف في قطاع غزة تحت شعار جمعة النذير هذا ومن المقرر أن تلحق بمظاهرة اليوم مسيرة مليونية يتوقع من خلالها انطلاق بعد عدة أيام وذلك تزامنا مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية تفاصيل أكثر حول تداعيات والمآلات المرتقبة في سياق هذا التقرير وهكذا تصل مسيرة العودة الكبرى إلى جمعتها السابع والأخيرة وهي المسيرة التي انطلقت في ثلاثين من أذار مارس الفائت تزامنا مع ذكرى يوم الأرض الفلسطيني ومزال الفلسطينيون يتوافدون بالألاف في خمس مناطق لقطاع غزة والتي تبعد مئات الأمتار عن السياج الأمني العازل وهي تحضير لمليونية العودة التي ستشهدها الأراضي الفلسطينية بعد أيام الذكرى السبعينية للنكبة الفلسطينية إنه السلوك الفلسطيني الجديد على خط المقاومة الشعبية وذلك بعد السداد الأفق السياسي الفلسطيني والتناقضات الصعبة بين دول المنطقة نهيك عن اختلال في التوازن الدولي بالإضافة لصفقة القرن والتي بدت ملامحها الواضحة تظهر عبر الموقف الأمريكي من مسألة القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي وهنا لن تكون حركة حماس بمعزل عن هذه الصفقة لكن المسؤولين فيها يدركون كما يصفون سخونة هذا الإقليم المضطرب وبذات الوقت لا يمنعهم هذا من التوصل لرؤية موحدة لكسب الدعم للقضية الفلسطينية عبر الطرق السلمية كما يعبرون ومع ذلك لن تستجيب حركة حماس لنزع سلاحها أو إقاف نشاطها العسكري بحسب المسؤولين البارزين ومقاومة الشعب لجيش الاحتلال حق تكفله القوانين الدولية يضيف المسؤولون والحق هنا يبتكره الفلسطينيون باستراتيجيات تهدف إلى تسخين الحدود مع دولة الاحتلال وهم الباحثون عن التذكير بأن هناك قضية لاجئين وأن هناك أجيالا لن تنسى وطنها وتريد العودة هي أهداف إذن لمسيرة العودة الكبرى تريد لفت انتباه العالم إلى حقوقهم المشروعة وعدم تمريض صفقة القرن والتأكيد على مشكلة اللاجئين وهي فاترة دموية استشد فيها منذ أول جمعة حتى آخر الجمعة ما لا يقل عن 53 فلسطينيا وإصابة سبعة آلف آخرين هو الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون منذ العام 1948 وهو الثمن كذلك التي دفعته غزة منذ حصارها الخانق عام 2006 حق العودة والذي اعترفت به القرارات الدولية بدءا من القرار 194 بعد ستة أشهر فقط من هجرة الفلسطينيين عام 1948 ثم أكده القرار 242 عام 1974 يحاول الفلسطينيون بعد سبعين سنة على نكبتهم أن يقول للعالم نحن هنا نحن عائدون ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة لؤيم عمر عضو اللجنة الإعلامية في مسيرات العودة وينضم إلينا أيضا هنا في الاستيديو الصحفي ماهر شاويش مرحبا بكم ضيفاي أبدأ معك سيد لؤي ماذا حدث اليوم وما هي الخطوات القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة بسم الله الرحمن الرحيم يعني اليوم كانت هناك حشود كبيرة من جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحتشد معطصمة في المخيمات المقامة على امتداد شرق قطاع غزة من رفح جنوبا إلى جباليا شمالا حشود كبيرة حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث إليكم هناك جموعة غفيرة من المواطنين دخلت إلى موقع كرم أبو سالم الإسرائيلي العسكري شرق محافظة رفح أمام يعني انسحاب أو غروب لجنود الاحتلال المسيرات كانت اليوم كبيرة وحاسدة بدأت منذ بعد صلاة العصر في بعض المواقع انتهت قبل قليل وبعض المواقع الأخرى مثل رفح لازلت مستمرة هناك الحقيقة يعني إسرار سمسطيني كبير على تحقيق أهداف هذه المسيرة على العودة كتر الحصار إرسال رسالة لكل العالم أجمع بأن هذا الشعب مصمم على حقه في الحياة حقه في العيش الحر والكريم فوق تراب هذه الأرض المباركة والمقدسة أيضا هناك رسالة رسالة رفض وإسرار وتصميم على إسقاط المخططات الصهي وأمريكية التي تستهدف مدينة القدس التي تعتبر يعني أحد أخص خصوصيات المسلمين وأحد أقدس مقدساتهم طيب آتي إليك سيد ماهر سمعت كلام السيد لؤي أتينا إلى المنظور الواقعي للموضوع كيف يمكن لهذه المسيرات أن تقوم بتحقيق أهدافها لا بحقيقة بداية أن أشك هذه المسيرات جزء من عملية المقاومة الشعبية السلمية التي هي أحد وسائل النضال التي يعني اشترحها الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت بالذات إلى جانب طبعا عدم إسقاط الكفاح المسلح وعدم إسقاط النضال الدبلوماسي وهذه ثلاثة مسارات يصير فيها أبلاء شعبنا الفلسطيني منذ سبعين عام منذ عام النكوة ومنذ أيضا مئة عام منذ وعد ملفر عام الفلسطيني 17 أنا أعتقد لا شك هذه جزء للوسائل التي ممكن أن تحقق أهدافها مدام هناك نوع من التوافق مدام شعبنا الفلسطيني يرتضى بأن تكون هذه هي الوسيلة في هذا التوقيت بالذات أنا أقول هناك يعني أنت تلمس حالة من الاستمرارية بهذا النهج بهذا المجال لا شك هناك هناك هذه المسيرات في هذا التوقيت أرسلت على برأي خمس رسائل مهمة إلى خمسة مستويات أرسلت رسالة مهمة إلى المستوى الأمريكي هذا المستوى الذي يقود الآن رجل يتعاطى مع السياسة على أنها صفقة وعلى أنها تجارة وبالتالي قدم صفقة القرن وبالتالي الرسالة اليوم في جمعة الندير أنه شعبنا الفلسطيني يندر هذا المستوى بأنه لا يمكن أن تمر هذه الصفقة رسالة أيضا إلى المستوى الإسلامي بأن هناك ثمة مقدس واس وهو قضية القصة وبالتالي عليكم أن تستضيدوا من أجل هذه القضية رسالة إلى المستوى العربي فيما يتعلق في عملية التطمئة التي تسير كما يسير النار في الهشيف في هذا التوقيت وبالتالي جمعة الندير هي إذار للمستوى العربي بأنه عليكم أن تقفوا أو توقفوا في عملية التطمئة لأن الشعب الفلسطيني هذا هو موقفه وهذه هي رسالته أعتقد أنها ثمة رسالة مهمة جدا أيضا إلى الجانب الإسرائيلي بأن معركتنا معك الآن معركة وجود وليست معركة حدود وهذه المسيرات أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة العالم كله أعادت القضية الفلسطينية إلى مربحة الأول في قضية طبيعة الصراع ولا شك هناك مثالة للمستوى الفلسطيني وتحديدا للسلطة أنا أعتقد أن المسالة واضحة من أبناء شعب الفلسطيني في قطاع غزة هذا الشعب الذي يجوه على مدار 11 عام اليوم يقول كل الإجراءات الهقابية وكل الإجراءات التي يتتم من أجل ترديق الحصار أكثر على أبناء شعب الفلسطيني لا تجدي وبالتالي بدل أن ينتفض الشعب الفلسطيني باتجاه الحكومة في قطاع غزة أو باتجاه يعني من يدير قطاع غزة انتفض أبناء شعب الفلسطيني باتجاه عدوه الأساسي وباتجاه المحتل الصحي هذه هي ثمة رسائل مهمة تؤكد على أن هداف هذه المسيرة قد وصلت ورأسها قد وصلت إلى العدو والصديق نعم طيب أعود إليك سيد لو لو تطلعنا على أسلوب تعامل الجيش الإسرائيلي مع مواجهة هذه المسيرات يعني سمعنا عن أساليب جديدة مثل طائرات ورقية وما إلى هناك من أساليب لمواجهة هذه المسيرات أنا هو بلا شك الشعب الفلسطيني يواجه الإرهاب بعينه يواجه الإرهاب في أبشع صوره الإرهاب الإسرائيلي يجب أن يكون ذلك واضحا هناك أعداد كبيرة من الإصابات تجاوزت ربما ثمانية آلاف مصاب وجريح حتى هذه النحظة منذ بداية المسيرات السياسات الإسرائيلية العدوانية التي بالمناسبة لا تستهدف هذه المسيرات فقط هي تستهدف أيضا كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان الليلة الماضية فقط قامت سيارة يقودها مستوطن إسرائيلي بدحس مواطن فلسطيني في محافظة الخليل في الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية وقد استشهد فارق الحياة هذا المواطن الفلسطيني ظهره اليوم متأثرا بإصابته جراء هذا البهد إذن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة الآن تعامل تعامل الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص يطلق الغاز المسير للدموع على هؤلاء العزل الذين يعطون بصدور عارية وبأيدي عزلاء كل الأدوات التي يستخدمها الشعب الفلسطيني أو المتظاهرون الفلسطينيون في هذه المواجهات وفي هذه المسيرات هي أدوات أدوات سلمية أدوات بسيطة لا يملكون سلاحا ولا يملكون يعني لا يملكون شوى الإرادة الحقيقية طيب سيد لؤي في خضم كل ما ذكرت الآن من معلومات وتفاصيل كيف تقرأ موقف السلطة الفلسطينية من كل ما يحدث الآن يعني الحقيقة السلطة عاجزة عن فعل عاجزة عن فعل شيء السلطة لم تقدم شيء يعني حتى الآن السلطة تمنع حتى المظاهرات في الضفة الغربية تمنع الناس في الضفة الغربية من التحرك لمؤازرة ومساندة إخوانهم في قطاع غزة المشهد في الضفة الحقيقة قاتم بفعل إجراءات السلطة وبفعل استمرار التنسيق الأمني هذا الموضوع يلخص الحقيقة باختصار شديد موقف السلطة التي لا زالت تراهن على المفاوضات نعم طيب سيد ماهر بالنسبة الآن نحن أمام استحقاق قادم وهو نقل سفرات لعدة دول إلى القدس طبعا أمريكا ضفتا إلى بعض الدول هل يمكن لهذه المسيرات أن تؤثر بموقف بعض الدول الأخرى من أجل هذا الإجراء؟ أنا أعتقد ممكن هذه المسيرات على الأقل أن تؤثر في سائل هذه الدول التي سيتم نقل سفراتها إلى القدس وأعتقد أن مربط الفرص في الموضوع أعتقد أنه هو الضفة الغربية يجب أن يكون هناك تحرك واسع من الضفة الغربية ومن القدس تحديدا لأنه حقيقة مستوى الاحتكاك ومساحة هامش الاحتكاك مع العدو الصهيوني في الضفة الغربية وفي القدس تحديدا هو أكبر بالكتاب التحركات هنا كانت محدودة كما ذكر الضيف هنا أيضا هذه حقيقة إشكالية لدى السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية هي التي رفعت شعار المقاومة الشعبية مع الأسف الآن نعتقد أن السلطة الفلسطينية تنكس عن هذا الشعار ولا تمارس ذلك على أرض الواقع ما هو السبب برأيك سيدنا؟ السبب حقيقة أن السلطة الفلسطينية في هذا الواقع حقيقة هي أصلا تراجعت عن كل ما يتعلق في قضية حق العودة السلطة الفلسطينية بدل توقيع اتفاق أسف عام 1993 هي عملية شطمة نصف الشعب الفلسطيني ولم تعد تهتم في هذا القضاء وبالتالي ليس من مصلحة السلطة الآن أن تعود وتحيي قضية حق العودة هم يرفعون قضية حق العودة فقط كشعار أما كسلوك ومبارسة على أرض الواقع هذه أصلا الآن هم الآن أمام فرصة جد مهمة حتى يفعل قضية المقاومة الشعبية في الضفة الغربية التي لديها مساحات واسعة هناك استطار هناك جدار فاصل هناك مستوطنين وبالتالي عملية الاحتكاك أكبر وأوسع هذا يضعنا أمام عدم مصداقية في السلطة التي ترفع شعارات ولا تطبقها على أرض الواقع وأنا أعتقد يجب أن يكون واضح لدى أبناش عبد الفلسطيني ولد الرأي العام الفلسطيني أن هناك ثمة نقوز فيما يتعلق بسلطة الفلسطيني وأعتقد أيضا يجب أن تتغير نقوز الخطاب مع السلطة الفلسطينية خاصة بعد الإعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وبعد هزلية تشكيل اللجل التنفيذية بهذه الطريقة التي تمت بالتعيير والتي شطنت تلثي الشعب الفلسطيني بل هذا الاستحقاق المهم ومن هذا البيت المعلوي الذي هم الشعب الفلسطيني وهم رضب التحرير الفلسطيني أنا أعتقد ثمت إشكالية واضحة في المشروع الوطني الفلسطيني وثمت أزم في المشروع الوطني الفلسطيني بلقاء على عاطق من يقود هذا المشروع بلقاء على عاطق صدع القرار وتحديد بالسلطة الفلسطينية التي تدعي عبر منظمة التحليم الفلسطيني أنها الممثل الشارع الوحيد للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني هو طائر بجلاحين. طائر جلاح الداخل وجلاح الخارج. وبالتالي من يرفع شعاب تنثيل الشعب الفلسطيني عليه أن يستدهد كل مقاومات الشعب الفلسطيني وكل كفاءة الشعب الفلسطيني ويجب أن يأخذ درس وعمرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذين يعني حقيقة أبدأوا حتى في التسبيات. سموا جمعة الكوشوق. سموا جمعة العمال. سموا جمعة الأسرة والشهداء. واليوم يسمون جمعة الندي. وفي كل هذه المسميات رسائل واضحة إلى أنهم يريدون أن يستلهدوا كل أبناء شعبنا الفلسطيني. وإلا لماذا تسمي جمعة العمال؟ هذه إشارة واضحة لأنه كل شعب الفلسطيني بحاجة أن تحش الطاقاته لأن العمال هو جزء من النقابات والاتحادات وجزء المجتمع المدني الفلسطيني الذي يجب أن يتم تحشيد طاقاته بالأجل معركة العودة والتحرير وهو من الذين أطلقوا حرب التحرير الشعبية الآن نحن أمام حرب تحرير الشعبية الأصل أن تمارس من السلطة التي رفعت هذا الشعار منذ عام 1965 عندما انطلقت الحركة الوطنية الحديثة إذا أصحب التعبير لكن في ظل الواقع العربي الآن طبعا سأعود إليك لنناقش هذه النقطة كيف يمكن استثمار هذا الأمر وهذه التحركات أريد أن أسأل هذا السؤال إلى السيد لؤي معي من غزة كيف يمكن لكم استثمار هذه التحركات بشكل يعود بشكل إيجابي على مسير القضية الفلسطينية لا أو إذا أنت تسألني عن التحركات العربية أو الحقيقة لا يوجد فعل عربي لا لا التحركات تحركات مسيرات العودة كيف يمكن لكم استثمارها لصالح القضية الفلسطينية يعني تأخذوا النتائج لا هي بالأساس بالأساس هذه المسيرات جاءت لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وجاءت لإعادة الاعتبار للمسروع الوطني كمشروع تحرري في مواجهة الاحتلال جاءت لإعادة تعريف المشروع الوطني مشروع مقاومة ومشروع مواجهة ضد الاحتلال ليس مشروع بناء سلطة وليس مشروع تقاسم أو مشروع خلاف على من يحكم ومن يدير ليست سلطة في ظن الاحتلال وليست سلطة تحت الاحتلال باختصار شديد هناك أولوية فلسطينية لمواجهة الاحتلال تخلص من كل الأعباء والمعاناة التي يفرضها الاحتلال في مواجهة الشعب الفلسطيني ولذلك هناك حالة وعي الآن أعيد إحياءها بأن المشكلة الأساسية التي تواجه الشعب الفلسطيني هي وجود الاحتلال الاحتلال الذي يتهدد الوجود الفلسطيني على هذه الأرض وطالما أن هذا الاحتلال موجود ستبقى المؤامرات تمرر ستبقى المخططات تهدد القضية الفلسطينية تهدد الوجود الفلسطيني على هذه الأرض نحن اليوم أمام مؤامر أمريكية جديدة لخصية القضية الفلسطينية عبر ما يتم بصفقة القرن هذه الصفقة التي بدأت بالفعل أو هذا المخطط الذي بدأ بالفعل في القدس بنقل السفارة بإعلان كرامب القدس عاصمة الكيان الإسرائيلي بالمساس المباشر بقضية اللاجئين وبحق العودة والمساس بالأونر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتطفية أو لإنهاء قضية اللاجئين لإنهاء هذه القضية لإغلاق هذا الملف منف اللاجئين الفلسطينيين اليوم أمام هذا كل الحقيقة بات واضح أنه أنا أشكرك أشكرك وصلت الفكرة سيد لؤي بعجالة لو سمحت كيف يمكن لهذه المسيرات أن تحصد نتيجة إيجابية لصالح مسير القضية الفلسطينية برأيك لو سمحت بعجالة بعجالة أنا أعتقد قضية التوقيت كانت مهمة استخدمها واستثمرها ترامب مع الأسف في ظل حالة الردة على الربيع العرب وفي ظل انشغال كل الأكتار العربية في مشاغلها الداكلة لذلك هو أطلق فكرة يعني ذقل السفارة في هذا التوقيت علما أن ذقل السفارة كان مشروع تم التوافق عليه في عام 1995 ولم يطبق حتى الآن وكل الإدارات الأمريكية تجاوز هذا الموضوع وجاء ترامب حتى يطبقه في هذا التوقيت أشكرك كثيرا السيد ماهر الشاويش كاتب صحفي كنت معنا هنا في الستوديو وأشكر لك أيضا لؤيم عمر عضو اللجنة الإعلامية لمسيرات العودة كنت معنا من قطاع غزة والشكر موصول لكم دائما مشاهدين الكرام على أمل لقاء بكم دائما بكل خير حتى ذلك الحين نترككم بأمان الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة